مصر جميلة تبسحني كل حياتي بالجبل تعالوا نعرفهم أكتر ونتعلم منهم عشان مصر تفضل جميلة بكل حاجة فيها نوبة يعني بلاد الدهب سباج الهجن بين الترابين ومزينة الحاجات دي احنا ماخدينها من الطراص احنا من أساسنا وبتوق طرج وبتوق جبا جميلة يا مصر محمية بنسها المناسبة يعني بصوا جماعة احنا بنتكلم على حملة ايكو ايجبت ما بين ايكو ايجبت وما بين رؤية وزارة البيئة لمصطلح احنا بنستخدمه كتير ومهم ان احنا نفهمه برضو كلمة السياحة البيئية عايز تسمي بقى السياحة الثقافية يعني نسمي زي ما تسمي بلس انا يهمني قصة السياحة البيئية والاستفادة من المحميات اللي موجودة عندنا في مصر خلوني وبكل الترحيب نرحب ضفنا العزيز أستاذ محمد عبد الرحمن مدير حملة ايكو ايجبت ازايك عمل ايه؟ أهلا بك نساء الله يا فنم على حضرتك عزيز ما تقنشي كتير جدا فارغوك ما تقوليش يا فنم خلينا اللقاء يبقى اسهل من كده ايه هي الاول حملة ايكو ايجبت؟ حملة ايكو ايجبت هي حملة تم اطلاقها من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي الهدف الرئيسي منها هي الترويج لمنتج السياحة البيئية داخل 11 محمية من الثلاثين محمية بتوها جميلة مصر الاربين الحملة دي اطلقت في عشرين اتنين وعشرين وهي بتستهدف اربع محاول رئيسة هيل طب احنا نتكلم عن السياحة البيئية ايه السياحة البيئية زي ما حاك تفضلت ووسألت هو منتج او نمط مختلف من السياحة بيقوم على التأدير والاستمتاع بالموارد الطبعية والثقافية طب ايه اللي في مصر زاخر بالموارد الطبعية هي احسن واجمل موارد طبعية موجودة موجودة فين؟ موجودة في محمياتنا الطبعية طب ايه موضوع الموارد الثقافية دي ده الموروث الثقافي او التراث الثقافي لأهلنا من القبائل المختلفة العيشين داخل وحول المحمية دي بقى انا هنا بقى عندي المحورين الاساسيين للسياحة البيئية موجودين داخل محميات مصر وده كان غير مستغل قبل كده فالحملة اطلقت علشان تروج لهذا النمط من السياحة داخل المحميات الطبعية تركز على اربع محاول رئيسية هتشوف ايه داخل المحميات من موارد طبعية مناظر جمالية بحار جبال والديان تنوع ميولوجي زاخر وفي ناس كده ايه ما تعرفش عنه عندنا ايه في مصر منه فاول حاجة نشوف ايه داخل المحميات ثاني حاجة هنقابل مين داخل المحميات وانا بقى بنركز عن الارث الثقافي دي السكان المحلي ثلاث حاجة ايه الانشطة اللي ممكن نعمل داخل المحميات لان المحميات بطبيعة الحال مش كل الانشطة تنفع فيها لان هي محمية قائمة على حماية او صون الموارد دي فلازم انشطة تحافظ عليها اخر حاجة هتقعد فين داخل او هتقيم فين داخل او حول المحميات لان انا مش عايزك تيجي تزور المحميات وتمشي انا عايز اقلبها لمقصد سياحي فهنا بقى بنتكلم عن الايكولوجيز او نوزل البيئية او الكامبس لكن كنا في ايكو ايجب مناطلقها وبما اننا نحن مكناش مستغلين الموضوع المحميات ده بالشكل الجيد فكان لازم اول نفهم الناس هي محمية ومحمية ليه وتساعدونا ازاي في حمايتها تعال او استمتع بيها يبقى انا بروج للمحميات لو هزي مقاصد السياحية تعال او استمتع بيها بس خد بالك محمية بنعمل فيها كذا و ايدي انشطة المتاحة و ايدي انشطة المحتاجين و احنا بنعمالها و اخدين بنا من واحد اتنين تلاتة فدي الحملة ببساطة جاية من رؤية رؤية من خمس سنين الهدف الرئيسي ان احنا نخلي المحميات الطبيعية دي او نحط محمياتنا الطبيعية دي على خريطة السياحة البيئة يبقى انا محتاج اقدم خدمات للسياحة البيئة شنقدم خدمات كاللازمعمل الله البنية التحتية والبنية الخدمية اللي قدر بيها اقدم خدمات السياحة البيئة داخل المحميات يبقى احنا اشتغلنا على البنية الاساسية وخدمات الزوار كويس دي اول حاجة تاني حاجة اطلقنا الحملة اللي بيها بنروج للمحميات والانشطة اللي ينفع تتنفذ داخل المحميات تالت حاجة علشان انشطة دي تتنفذ انا محتاج بعض المستثمرين الفهمانين في السياحة البيئية تيجي وتبدأ تستثمر وتقدم خدمات او تعمل نوزل بيئية يبقى انا كده قفلت الدايرة نقص ان انا اروج لها وهو ده اللي احنا بنعمله من خلال ايكويتشبت قيل جدا طيب انا دلوقتي وانا بفكر معاك بصوت عالي فقاعد عمال بشوف انه يمكن يكون الاقبال الاكبر على النوع ده من السياحة هي سياحة من الخارج للداخل ولا انه في ناس زي او زي غيري هيبقوا حبين النوع ده من السياحة لان انا برضو لاحظت انه اصبح فيه شكل من اشكال الاقبال من المصريين على السياحة البيئية صح صح مية في المية خصوصا الفترة بتاعت الكورونا اه الناس بدأت تنزل بقى للطبيعة وتشتبك مع الطبيعة وزي ما احنا بنشوف بقى السوشيال ميديا يمكن كان ايكويتشبت لها دور كبير في تحفيز هذا النمط من السياحة لكن السياحة الداخلية بدأت تشتب بشكل كبير جدا على المحميات خصوصا قريبة من القاهرة يعني محميات الفيوم ديجلة بقى حاجات دي بقى عليها رواد بشكل كبير حتى المحميات البعيدة هو دي الجمال سانت كاترين سيوة طبعا فمش بس سياحة خارجية لا سياحة داخلية بس هي السياحة الخارجية هي دي اللي فيها دوري البزنس يعني طبع دي اللي فيها الفنوز بقى لان احنا بنتكلم على يعني احنا بنقول سياحة بقية طب ايه همية سياحة بقية؟ هو ده سوء كبير برا طيب احنا بنتكلم على زيارات للمحميات الطبيعية في العالم احنا بنتكلم على تمانية مليار زيارة للمحميات العالم سنويا تمانية مليار مليار حجم السوء ده قد ايه خمسمية وسبعين مليار دولار عالميا احنا كل اللي مستهدفينه مليار سائح من ال 14 سائح اللي بيجوا مصر يكونوا سائح سائحين بيئيين ده لان هو كده كده اصلا سائح البيئي بيصرف اكتر بيصرف اربع اضعاف السائح العادي بيوصل ربعمائة وتمانين يورو برنايت ده بيزدون ده اكتر بكتير من السياح العادي احنا ناحية تانية بنتكلم في أفريدش 90 دولار بيقعد اكتر من 12 ل 14 يوم ده مدة اقامته هو جاي يفصل جاي يستجم فبيقعد اكتر فاحنا بنتكلم لو فعلا استهدفنا البنيون سائح ده احنا بنتكلم في حوالي من 5 ل 6 مليار عائدات بس من السياح البيئيات داخل المحميات الطبيعية بس طيب ايه اللي انحققته لحد دلوقتي في الرؤية بتاعت الوزارة علشان اقدر ادخل المليار سائح دول او لا مش المليار المليون سائح الزيادة دول تمام يعني عايز اقول لحضرتك ان عائدات المحميات الطبيعية تضعفت او بقيت تضعفت بنسبة 1600 في المية خلال الـ 40 الفتن ده علشان عملت بنية تحتية قدمت خدمات وروجت للمحميات الطبيعية عملت ايه تاني؟ بخير التعاون مع وزارة السياحة هي التنشيط السياحة اتحاد المصري لغرف السياحية بدأ يبقى عندنا نوع اخر من شركات السياحة اللي هي قادرة على جلب هذا النمط من السياحة متخصصة في كده متخصصة في كده تاني حاجة بقى عندنا رخصة للإيكولادش رخصة للنزل البيئي قبل كده كان يا فندق ينبيش دلوقتي بقى عندنا رخصة للنزل البيئي بقى عندنا جايد لاينز او دليل ارشادي لو انت عايز تعمل نزل البيئي او فندق بيئي داخل محمية طبيعية قادي الارشادات اللي انت محتاج تمشي عليها اشتاخد الرخصة الليلة في النزل البيئي بتوصل ستمائة وسبعمائة دولار للليلة الواحدة بالرغم انه مش نفس الشكل بتاع القتلات العادية ما فيهوش بالضبط ما فيهوش نفس التجهيزات بالعكس ماليان ريستريكشنز الى اخره لكن الليلة فيه اغلب لانه المستهدف او السائح المستهدف نوع تاني خالص صحيح انا النهاردة لو افترضنا ان انا راجل جاي من سويسرا جاي من بورتغال جاي من اسبانيا جاي من فرنسا وجاي الليه النوع ده مسياح انا هعمل ايه هناك ايه النشاط اللي انا هعمله ايه اللي انا هشوفه طيب تاني هيا زي ما قلنا هي سياحة قائمة على الاندماج مع الطبيعة فانا مش متخيل انشطة كتيرة فيها حرقة لكن بزور اماكن يعني مثلا السير في الوديان حلو حاجة زي مثلا مشاهدة الطيور حلو حاجة زي الغطس فيه مواقع معينة ما كانتش مفتوحة قبل كده الاندماج بقى مع السكان المحليين هو ده اللي احنا منصلا بضعي وحكاوي من الناس وحكاوي من الناس ده دي قصة تانية خالص ده بقى اللي بيكمل الطبخة زي ما بيقول عندك موارد طبيعية وجميلة وخطيرة وبقى عندنا اماكن نقعد فيها وخدمات وكل حاجة وبقى عندك اللي بيقدملك الخدمات دي وبيدخلك او بيكمل التجربة بتاعتك هو السكان المحليين او الاصليين لهذا المكان فحملة حكاوي من الناسها كان الهدف ان هي حملة مخصصة للمحور الرابع بتاع إيكو إيديوت اللي هو الطراث الثقافي هنا بنستهدف 11 قبيلة بيعيشوا داخلوا حول المحليات كل قبيلة ليها طراثها ليها أكلها شربها مزيكة شعر حتى المنتجات المحلية اللي هما بيصنعوها بأيديهم وهو ده الهدف الرئيسي من حملة حكاوي من الناسها ان احنا نصلط الضوء على هذا الطراث الثقافي اللي كتير مننا ما عرفش انه هو موجود لكن اول حاجة تاني حاجة لما بصلط هذا الضوء وبكمل منتج بتاع السياح البيئية بيهم انا كده بدمجهم في العمل السياحي فوفرت له فرصة عمل الهدف الثالث وهو بالنسباني فانه هو بيحس بأهمية ارته الثقافي فبيحافظ عليه من نفسه تلاقيه هو مهتم انه هو ما يغيرش من لبسه الاكلات اللي كانت انضاثرت بدأت تطلع تاني لما السياحة دي بدأت تشتغل المزيكة والآلات الأصلية اللي كانت بدأت تندثر وبقى الأرج مكان حاجة بدأت ترجع دين فكذا سعي ما بدأش محتاج يسيب المكان الأصلي بتاعه ويروح ل مدينة من المدن الحضرية علشان يلاقي فرصة شغل بقى مستعد يفضل في مكانه والشغل هيبقى موجود لحد عنده بنمطه هو او رجع كمان المكانه اللي كان سابه يعني افتكر فيه مثال من أمثال اللطيفة جداً كان جزيلة من جزء النيل كانت أهلها زي ما انت بتقول كده سابوها وبدأوا بقى يصعوا في أسوان أو في مدن مصر سعياً للعمل يعني وبعد كده جاي مستثمر فاهمان سياحة بيئية لهم يا جماعة انتوا سيبتوا بيوتكو دي طب ممكن تسمحوا لي نرممها بنفس المعمار بتاعكو وطريقة البناء ليه هنفتحها للسياحين ما كانوش منصدقين في لقى وخلاص أنا هتكفل بكل حاجة بس يساعدو عملنا الكامو غرفة عملنا مطبخ طب مطبخ ده نقدم فيه ايه هنقدم فيه أكلاتكم من أصل ايه ده احنا بطلنا ناكلها طب أنا بس نجر ودأ يعمل الأكلات ودأ السياحين ييجوا الناس هتكفل الحاجات دي اه تكفل ودأ تسأل على أكلات أخرى لا لوحده خلى الناس ترجع وتعتز تاني بالثقافتها خلى الناس بتقدم الخدمات اللي ما بقدمهم هم مبسوطين صح صح وفرت له فرصة عمل فده كانت مثال يعني من الأمثلة اللطيفة الأفكار بتاعة الترويج لده بره يعني أنا مرة شفت سلسلة عاملها جوردن رامزي الشهير لأكل اللي بيعملوه السكان المحليين بتوع مناطق معينة وفي حتر كتير جدا في العالم فمثلا يروح مش عارف منطقة ايه في دولة ايه في أمريكا اللاتينية يقعد هناك أربع والخمس ايام يمارس نفس النمط المعيشي بتاع القبيلة دي أو المجموعة دي وحتى إزاي بيصطادوا الأكل فويصطاد زيه ما يستخدمش رسم بندقية لو هم بيستخدموا سيفه ورمحه وسهمه يعمل زيه بيطلعوا يتسلقوا الشجر بطريقة معينة علشان يجيبوا إنجريديان معينة أو مكون معينة يعمل زيه وفي الآخر خلص يعمل لهم وليمة في آخر يوم ويقولوله رأيهم إذا كان هو قدر ينفذ الأكل ده بنفس الطعم وبنفس الأسلوب اللي هم بيستخدموه ولا لأ فأنا عجبتني جدا أنا مش الناس اللي بتحب جودن رامزي خلص لأنه أجراسف مع أن أنا شخص أجراسف بس يعني ما بحبوش لكن السلسلة دي بالذات شفتها كلها هل احنا ممكن نعمل حاجة زي كده مش بتكلم بس على جودن رامزي لكن هيا الأفكار الغريبة الجديدة اللي بتقدر تروج بالشكل ده تعف نحنا عملناها جبت جودن رامزي وليه لأ عيني لأ جبنا حد من الفود بلوجرز المشهورين هاي و عشان كده رأي كنت مبتسم جدا جدا طبعا ده يفكر زيه عملنا نفس الفكرة دي في سيوة وفي نبق هاي من أول ما في نبق مثلا طريقة الصيد الإنجريدينس بتتجاب من الويديان إزاي الأعشاب بتتجاب إزاي الحاجة بتتقطع إزاي بتتدفن إزاي كانت طلعت بشكل لطيف جدا وبدالي كان عليها يعني الفيوز بتاعتها كانت رائعة على السوشيال ميديا سؤال المليون دولار زي ما بيتقال احنا فرصنا قد إيه أو حجمها قد إيه أو وعدة إلى أي مدى في أن احنا نجتزب النوع ده من السياح ونكبر النوع ده من السياح أحب أقولها كبيرة جدا لأن تاني هي بتركز على مورة طبعية ومورة ثقافية إحنا موردنا طبعية مش كتيرة بس كتيرة ومختلفة نتكلم على جبال سحاري بحار نيل حتى الويديان يعني منيجي نتكلم على الويديان مثلا الفكرة بتاعت الهايكينج أو المشي في مسافة طويلة أو حقيقي عارف ده قد إيه ده نشاط سباشي في غرب أوروبا يعني طبعا سانت كاترين فيها رحلات ممكن تبدأ من ثلاثة يام لأربعة عطاشر يوم نحن ديك بس المثال بس بتاعتكم ما انت ماشي بقى في الويديان دي بتقابل سكان المحليين بتشوف زي ما بسميوها الكروم أو الجنايم بتاعتهم وكل ما تمشي كده تلاقي كم قوضة بيستغلوا السياح ليه بقى قولك ليه بقى قولك احنا شايفين potential أو الفرصة وعيدة لأن هي already بتتنفس بتتنفس بشكل غير منظم بس تهدفش ما عنديش inbound operators متخصصين والشركات المصرية بتقفل معاهم deals يعني الموضوع لسه مش لسه مش commercial الموضوع لسه سائحين بيجوا بنفسهم يعني بيسمع أو بيشوف في التلفزيون أو بيشوف على الانترنت فبيحجز وبيجي يعيش التجربة دي لوحده ما بقى لك بقى له وده تم تنظيمه على مستوى صناعة السياحة المصرية potential وده اللي بتعمله يعني بالتنسيق مع وزارة البيئة أو مع وزارة السياحة وانتو تحديدا كحاملة eco Egypt فبتعمل التشبيك ده بالزبط بالزبط وبنطلع بنشارك حتى في مؤتمرات خارجية متخصصة في هذا المجال وبنشوف بنشوف الناس لا إحنا مستنيينكم لا إحنا بقى لنا كتير عايزين نشوف رحالات زي كده بتحصل في مصر وفي بلاد أخرى جربت هذا النوع من السياحة وانت هجيته ونجحت فيه صح صح حتى يعني بلاد عربية أه طبعا ده حقيقي ده حقيقي أنا مش عارف أقولك إيه برافو فكرة عظيمة جدا بالنسبة لي من الحاجات الرائعة الواحد كمان لما بيكبر رفسينه حابتين فبيبدأ يفكر في النوع ده من السياحة أكتر ما بيفكر في الأنواع التقليدية أو الكلاسيكية بتاعت السياحة اللي هو هتنزل فقط يبقى مريح جدا ولطيف جدا وكل حاجة كده متستفة ومترتبة لأ النوع ده من السياحة أمتع وأجمل وأظرف يمكن يبقى شكله متعب بس أنا بشوفه شكله أريح يعني عملين النتيجة أريح كتير جدا ده كفاء الصفاء الزهني يا أبي والله يبكلم بجد رحيتك اللي جاية معي خلاص أنا موجود أنا موجود دي هتبقى فرصة بقى نحن نتقابل كتير مش تبقى إيه كل كام سنة وحاجات زي كده محمد مورتني وشرفتني وأسعدتني جدا ومسوط جدا أن أنا شفتك بعد حبة حلوية يعني بعد كام سنة وأتمنى أن احنا نشوف بعض كتير بقى خلال الفترة الجاية هتبقى موجود معاكم في كل البرامج لازم مش البرامج دي بقى لا البرامج بتاعتكو اللي بتعملوها حدد أن تبسلوا لا لا دايما هتبقى موجودة كل الشكر لك كل الشكر اللي في العزيز الرائع جدا صديق قديم كمان محمد عبد الرحمن مدير حملة إيكو إيجبت أنا من ناس اللي تشجعكو جدا تعملو كده جرب خلي بالك أنت الأول بتسمع الكلام ده وبتعتبر أنه يعمل ده كلام براضر جرب صدقني جرب أنت بتقوم بالتجربة دي من غير ما بتاخد بالك أحيانا أحيانا لما بتلاقي نفسك خدت بعضك مثلا في الصيف وروح تطالع لوحدك وقاعد في آخر حتة في الفلاج من غير دوشة ومن غير زحب أو تصحى الصبح بادري قبل ما الدنيا تتزحب أنت عايز كده وهو النوع ده هيوفر لك ده بس بشكل أجمل وأزرب وألطف ومليان حاجات كتير هتمتعك وهتصقفك وحاجات كده يعني